وصلتني في هذه الأيام في أيام هذه الحلقات وصلتني أسئلة بشكل مباشر بالوسائط من شباب سني يقولون إننا اقتنعنا بالذي تقوله ولكنك في الوقت نفسه أبطلت دين الشيعة فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نحن اقتنعنا بالذي بينته من فساد دين السنة لكنك في الوقت نفسه وقبل ذلك أبطلت دين الشيعة فماذا نصنع؟ أقولها أقولها لهم ولكل طالب حقيقة إنني حين أقول لكم لا أطلب منكم أن تصدقوني وحق الحسين وحق الحسين إنني أتحدث بصدق هذا ما هو كلام للإعلام؟ وهذا ما هو كلام لخداعكم؟ أنا لا أطالبكم ولا أطالب أي أحد أن يصدقني لست بعاجة إلى ذلك لا أطالبكم أن تصدقوني قطعاً الذي لا يطالب الناس أن يصدقوا هو لا يريد منهم أن يتبعوه لا أطالبكم أن تتبعوني وإنني أرفض رفضاً قاطعاً أن يصنع مني عجل بشري أو صنم بشري يريد بعض الناس أن يفعلوا ذلك تلك مشكلتهم فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجحيم؟ أكانوا من الشيعة؟ أكانوا من السنة؟ أم كانوا من أفراد عائلتي؟ فهل يذهبوا بما يصنعون إلى الجحيم؟ أنا أنقل لكم الحقائق وأقول لكم احترموا عقولكم ولا تصدقوا الأكاذيب التي ستسمعونها من عمائمكم يا شباب السنة عني أو من أحزابكم أو من سياسيكم لا شأن لكم بي أكنت عميلاً للمخابرات الدولية؟ أم كنت عميلاً لإيران؟ أم كنت عميلاً للسعودية؟ أم كنت عميلاً للماسونية؟ أم أم أم؟ هذا شأني وهذه مشكلتي عودوا إلى الحقائق وعودوا إلى مصادركم وتفحصوا الأمر بأنفسكم ولا تعودوا إلى رجال الدين لن يفسحوا لكم مجالاً سيحاربونكم إنني أخاطب طلاب الحقيقة من شباب السنة وأقول لهم قفوا على الأمر بأنفسكم ولا تستعينوا بأي أحد من الشيعة حتى تتأكدوا بأنفسكم حتى تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم لأنكم إذا وصلتم إليها بمعونة شخص آخر بإمكان شخص ثالث أن يخرجكم من المسار الصحيح هذا الأمر هكذا علمنا أئمتنا العترة الطاهرة لا أتحدث عن أئمة الشيعة الطوسيين إنهم صنعوا لهم أئمة لهم هم غير أئمة العترة الأسماء متشابهة الحقائق مختلفة مثلما يقول السنة من أن نبيهم محمد لكن محمداً الذي صنعوه في كتبهم في صحيح البخار وغيره يشابه محمد العترة بالإسم فقط في الحقيقة هناك تناقض كامل بين المحمدين والأمر هو هو بالنسبة للشيعة الطوسيين أسماء الأئمة تتشابه مع أسماء أئمة دين العترة لكن الحقائق تتناقض بالكامل الحكاية الحكاية هي الحكاية ابحثوا عن دينكم بأنفسكم أئمتنا هكذا يقولون لنا من دخل في هذا الأمر في دين العترة الطاهرة من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال ولذلك أقول لكم لا تصدقوني لا تجعلوني سببا لدخولكم في دين محمد في دين العترة الطاهرة الذي لا هو بدين السنة ولا بدين الشيعة لا تجعلوني سببا مثلما أدخلتكم يأتي رجل آخر يخرجكم من دخل في هذا الأمر بالرجال أخرجه منه الرجال ومن دخل في هذا الأمر بالكتاب والسنة بالكتاب والمعرفة بالكتاب والسنة السنة الحقيقية إنها سنة محمد وآل محمد من دخل في دين العترة بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول زالت الجبال ولا يزول وهذا هو الذي فعلته أنا إنني ما دخلت في دين العترة بالرجال فلا أعبأ بالرجال إنما دخلت في دين العترة بالكتاب والسنة بحثت في كل المكتبة الشيعية وبحثت في كل المكتبة السنية حتى عرفت الحقيقة كاملة واتضحت الصورة عندي جلية ليس هناك من دين لمحمد صلى الله عليه وآله إلا في عترته الطاهرة المطهرة فمن دخل في هذا الدين في دين العترة بالرجال أخرجه منه الرجال ومن دخل بالكتاب والسنة زالت الجبال ولا يزول ولذا أقول لكم إنها لنصيحة ذهبية احترموا عقولكم واعتمدوا على أنفسكم ولا تستعينوا بأي شيعي يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي لا لأنها برامجي لأنها كتب متلفزة هناك آلاف من الساعات تتشكل منها موسوعة من الكتب المتلفزة موسوعة كبيرة جدا جدا بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك البرامج على سبيل النصيحة والتوجيه إذا أردتم أن تبدأوا بمراجعة هذه البرامج عليكم أن تستمروا إذا تعاملتم معها بشكل متقطع لن تنتفعوا منها وعليكم أن تكملوا البرنامج كاملا ليس ضروريا أن تحفظوا كل المعلومات هذه كتب متلفزة فيها الكثير من المعلومات التي قد لا تكون ضرورية بالنسبة لكم وإنما وإنما حاولوا أن تسجلوا ملاحظات مجزة بخصوص كل حلقة تتابعونها حتى لو سجلتم ملاحظة واحدة أو ملاحظتين من كل حلقة وهذا يكفيكم لأن البرامج طويلة ولأن الحلقات كثيرة لو سألتموني من أين نبدأ أقول لكم ابدأوا من برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان هذا البرنامج سيعرفكم بتأريخ إمام زمانكم عليكم أن تعرفوا تأريخه قبل أن تعرفوا مقاماته هذا البرنامج يعرفكم بتأريخه وشؤونه برنامج طويل الأمان الأمان يا صاحب الزمان إذا ما أكملتم إذا ما أكملتم إذا كنتم قادرين على أن تتابعوا برنامج الخاتم من أوله هو برنامج طويل نحن اليوم في الحلقة أربعمية واثنين وأربعين برنامج طويل جدا إذا كنتم قادرين على متابعة هذا البرنامج إنه موسوعة معرفية عقائدية مهمة جدا مهمة جدا تغير حياتكم لكنكم إذا لم تكونوا قادرين على متابعة هذا البرنامج بطوله فاذهبوا فاذهبوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك لن تجدوا عقيدة دين العترة في أي كتاب أو في أي برنامج تلفزيوني كما عرض وبين وشرح وفصل في هذه الحلقات مجموعة حلقات مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة وإذا أردتم أن تزدادوا معرفة ونورا في حقائق دين العترة الطاهرة فاذهبوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين وهناك الكثير من البرامج لكنني ذكرت لكم هذه العناوين مفتاحا بوابة اعتمدوا على أنفسكم المطالب التي لا تعرفونها لا تعبأوا بها كلامي الذي ليس واضحا ألقوا به في المزبلة ليس مهما خذوا المعاني الواضحة الصريحة المعاني التي ربما أسأت التعبير فيها لم أكن موفقا في عرضها بشكل واضح وصريح المعاني التي ربما أخطأت فيها في بيانها وشخصتم الخطأ والاشتباه ألقوا بها في المزبلة ليس مهما لا تقدسوا أحدا لا تقدسوا برنامجا ولا تقدسوا كلاما قدسوا محمدا وآل محمد فقط هذا هو دين محمد أولو الأمر هؤلاء ولا يوجد شخص آخر القرب هؤلاء الذين مدحوا وما ذموا والله لقد أنصفتكم وقد أنصفت نفسي قبل أن أنصفكم أنصفتكم وأنصفت الحقيقة العلمية وأنصفت البيانة الديني وأنصفت الوظيفة الإعلامية لقد أنصفتكم وهذا الذي أستطيع أن أفعله يا شباب السنة في الجامعات وحتى في المساجد وفي كل مكان أنا على علم من أن الكثير منكم يتابعون برامجي لأنني أنتقد دين الشيعة ولأنني أكشف عن الكثير من الحقائق التي لا يكشفها أحد عن واقع الحياة السياسية وعن واقع ما يجري في العالم في برامجي أنا صادق معكم ولا أريد شيئا منكم عرضت الحقائق بين أيديكم الأمر راجع إليكم وأنا أقولها لكم من أن علماء السنة ومن أن سياسي السنة سيبدأون بإثارة التهم والأباطيل والأقاويل حولي ولا أبالي فإن أبناء جلدتي يفعلون هذا معي ولا أبالي الحياة أيام أيام وتنتهي وبالنسبة لي فقد أكلت أكثر عمري وما بقي في الكأس من عمري إلا ثمالة ثمالة وثمالة قليلة الأيام تنقضي لكن الحقائق لا تنقضي والأكاذيب مهما طال الزمان بها سيأتي اليوم الذي يكون حبلها قصيرا منقطعا ستأتي الحقيقة بشفرتها الحادة كي تقطع حبل الأكاذيب هذه هي الدنيا وحينما سنموت سننسى لكننا بعد الموت هناك سنذكر ونسأل سننسى هنا لكننا بعد الموت سنذكر هناك وسنسأل أنتم تحبون محمدا الذي يريد الله منكم أن تحبوه ونحن كذلك نحن نحب محمدا الذي يريد الله منا أن نحبه لكننا خدعنا أحببنا محمدا غير الذي يريده الله أحببنا محمدا الذي اصطنعه لنا المراجع الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء وأنتم كذلك أحببتم محمدا آخر فابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تكونوا على دينه وأن تتمسكوا بولايته وأن تتبرأوا من أعدائه ابحثوا عن محمد الله وهجروا محمد البخاري ومحمد أئمة المذاهب العباسية غادروا محمد النجف وكربلاء إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية اللعينة لا أتحدث عن أرض النجف وأرض كربلاء التي هي أرض محمد وآل محمد ولا أتحدث عن عوام الشيعة البسطاء الذين هم ضحية مضحوك عليهم ابحثوا عن محمد الذي يريد الله منكم أن تحبوه وأن تتمسكوا بدينه وضعت الحقائق بين أيديكم أتمنى لكم التوفيق نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى إن سنحت الفرصة كي أحدثكم عن الأكاذيب التي كذبت عليكم نذهب إلى فاصل